اهلا بكم فيديو جديد والتوقعات العاطفية لمواليد برج الجد. هنقول توقعات عاطفية بشكل عام بكل فئات البرج. اه اه اللي هي تشمل العازبين والمنفصلين والتزاودين كل حاجة. لكن العازبين بعد ما نخلص كراءة هنقول كمان لوحدهم اه هم ممكن ايه كن نستنيهم او ايه الفرص اللي قدامهم اه في الفترة اللي جاية ان شاء الله. هبدأ بالطاقة بتاعتك يا برج الجدي. اه طاقتك انا شايفك متألم جدا. يعني طاقتك فيها قلم فيها فيها اه بعضكم ممكن تعرض لخيانة او خدايا. اه شايفة اه للبعض في علاقة سلسية. ممكن تكون بسبب اهل او بسبب اه طرف عاطفي. اه لكن انا شايفة في طاقتك فيه قلم يا برج الجدي. اه فيه اه فيه صبر كبير قوي عندك وفيه انتظار. عندك طاقة انتظار. وفيه شخص انت عينك عليه او بتبص عليه لحد وقتي. وبترقبه ومستني تعرف عنه اخبار او ممكن كمان اقول انت في نظرتك ليه انت صعبان عليك منه جدا. اه للبعض ممكن تكون اكتشفت علاقة سلسية. للبعض ممكن يكون اي نوع من انواع الجروح او او المشكلة او المعانية اللي سببها لك الشخص ده. اه اللي هي حاجة انت ما كنتش منتظرها. يعني انت زرعت حاجة وحصدت حاجة غيرها تماما. فانت في عندك نظرة لوم عتاب للشخص ده انت ليه ردتها دي كده او ليه عملت معي كده او انا عملت معك ايه. يعني انا شايفة فيه في نظرتك حاجة زي كده شوية. اه برج الجد. ده في الطاقة بتاعتك. الكراءة طبعا لو ما انتبكتش عليك هتسمعها كلها يعني بنسبة تتين في المية فتبقى الكراءة مش ليك. ممكن تسمعني في فيديو تاني او اه تسمع اي فيديو اللي برج الجدي في اي قناة اه في اي قناة تانية يعني. اه بالنسبة لطاقة الطرف التاني انا شايفة الطرف التاني بصف عليك جدا بيرقبة. اه شايفة فيه طرف تالت فعلا من بعض الطرف التالت ده شخص من الام ممكن ام ممكن قط. اه بس شايفة ام بشكل اكبر. اه شايفة رفض كبير قوي من الام. اه لكن الطرف التاني اه حذر وقلقان وخايف وبص عليك وعايز يعرف انت حصل اي معيك او بتعمل ايه. اه بيرقبك بشكل كبير قوي وبيدور على طريقة. اه الشخص ده يعني هو ما بين ان هو بيرقبك. وما بين الطرف التالت وما بين انعزاله. اه لانك الشخص ده ممكن تلاقيه كتير بينعزل لوحده. اه في تكير في طريقة لان انتو اه تبقوا موجودين مع بعض او انكو ترجعوا لبعض او ان لو فيه طرف تالت اه تحاولوا اه تتخلصوا من اه اه من افكاره او من اه او من يعني قراراته اللي مسيطرة على العلاقة. اه لكن هنعرف برضو لو فيه طرف عاطفي موجود او اه او ما فيش. اه بالنسبة لتفكيره تجاهك او تجاه العلاقة. انا شايف الشخص ده يعني تفكيره فيك شايفة مجشب. يعني شايفك حد اه قوي حد عندك ابداعات كتير. حد شكلك كويس. حد بتهتمل نفسك. لو انتو كنتوا متزوجين فالشخص دوت مثلا ممكن يكون بيشوفك انت شخص كنت مهتم بيه مهتم بيك مهتم باسرة. اه عندك اه اه يعني هو مفتقدك بشكل كبير لان البعد المجشن في تفكيره شخص ده عنده طاقة تفكير وعنده طاقة تقنيب ضميره وتعبان جدا وحس ان هو بسقد حاجة غالية عليه اه اه يعني مش مرتاح ابدا في اه في بعضكم عن بعض. اه للبعض ممكن يكون هو مش يسابك او انت اللي يسابته. يعني في حد ادى ظهره للعلاقة او كده يساب لكن انا شايفة في تفكيره اه يعني هو شايفك متقلم او هو متقلم. انا شايفة هو متقلم اه بشكل كبير قوي وشايفة ان هو اه في تفكيره شايفة ان هو ممكن يكون اه بيشوفك غامض او بيشوف في حاجة صعبة في العلاقة بعضكم اللي بعضكم العلاقة دي ممكن يكون فيها يتعمل فيها سحر. اه سحر تفريق. لان غير كده انا عندي المجشن مع انا شايف دول الاتنين دول جنب بعض كده اه ممكن تكون دي طاقة سحر يعني طاقة سحر تفريق او حاجة زي كده يعني لو انتم كنتم متزوجين. اه ده هيكون البعض سبع مشاكولكم كل حد حدث بطاقته حدث بنفسه هو في الحاجة دي او لا. اه شايفة في بعض بسبب الطاقة التلبية دي او بسبب تدخل اه طرف تالت بقايا كانت طريقة التدخل. وبيفكر كتير قوي في ان هو ييجي او يتكلم او يقول لك عرض او حاجة زي كده. لكن شايفة متردد جدا يعني مش قادر في الوقت الحالي. لكن الشخص ده عنده حب ليك. وعنده احترام كمان ليك. بيحترمك الشخص ده. ولو هو كان دخل في علاقة فالشخص ده. هقول لكم الاحتمال التاني برضو. لو الشخص ده كان دخل في علاقة ثلاثية وانت عرفته وانجرحته وقلبك واجهك وزعلين جدا وبتعبه وبتلومه في جوه نفسك. فشخص ده حلين لوحده. والعلاقة اللي هو ممكن كان دخلها دي. آآ راحة آآ بطريقة اللي هي الجذب او الجلب او الحاجات اللي هي ايه اللي زي دي. يعني الطاقة السهل مرحاش بقراطه يعني. آآ دي حاجة تانية برضو جات على بري دلوقتي وانا شايفة شايفة القراءة فبردو كل حد يشوف السيناريو المنسب له. آآ ده بالنسبة لتفكيره. بالنسبة لمشاعره تجاهك او تجاه العلاقة. آآ الشخص ده مشاعره هتفكر فيه على فكرة زي ما هو بيفكر فيك. آآ في بينكو تواصل روحي. آآ في مشاعر محتاج. الشخص ده محتاج ان هو آآ يخرج من طاقة سلبية او يخرج من علاقة سلبية. او من ايا كان الوضع السلبي اللي هو فيه. الشخص ده محتاج آآ استشفاء بشكل كبير. وآآ وشايف كمان في مشاعره تجاهك. آآ شايفك انك انت ابعت عنه قوي. او بقى ما يعرفش اخبارك آآ آآ بشكل دقيق. آآ شايفك بعث. يعني ما بقتش موجود في حياته. هقول لكم الابراج والطاقات الموجودة في سرعة المنسى. شايفها معك برج ستور وبرج الاسد وبرج القوس. وبرج آآ آآ سور اسد قوس. آآ آآ جوزاء. آآ دم. آآ سرطان. عزراء حمل. آآ برج الجاذي زيك برضو. آآ آآ دي الابراج اللي موجودة. وبرج الحوت. دي الابراج اللي موجودة ودي والطاقات اللي موجودة كل الطاقات موجودة معك في القراءة. لكن انا بقى هقول لك ايه الطاقات اللي موجودة اكتر على اساس هي اللي بتكون غلبة على مشاعر الشخص او مشاعرك يعني. طيب. آآ في مشاعره زي ما قلت هو روج من طاقة سلبية آآ شايفة كمان آآ في عنده حيرة آآ والحيرة دي نسبب باله ازمة. ازمة في ان هو يتقدم للعلاقة دي او ان هو آآ يلاقي حل يعني في عنده شخص ده آآ ازمة في الوقت الحالي قوية جدا. آآ في عنده حزن بسبب رحيل. آآ مش عارسة ليه حتى برج الجاذي انك انت اللي سبته ومشيت. بسبب اكتشاف حاجة برضو يعني. لكن شايفك انت سبت الطرف ده ومشيت والشخص ده حزين جدا. آآ وعنده ازمة في التواصل معيك او في ان هو يرجع لك او يتكلم او كده. وعنده حيرة كبيرة قوي بين امرين. ممكن بينك وبين اهله او بينك وبين اي ان كان الطرف التالت او بين ان هو يرجع او لأ. آآ شايفة فيه اشتياء وحنين ليك بشكل كبير قوي. آآ شايفة فيه آآ لو انتو بينكم اطفال شخص ده ممكن يكون مفتقد اطفال ولو انت لمعاك الاطفال. فيه اشتياء كبير ليك كمان وفيه تفكير في الذكريات بشكل كبير وفيه الشخص بيقعد يضعي ربنا كتير قوي انكم تتقابلوا او انه آآ تكونوا مع بعض آآ شايفة كده بشكل كبير قوي. وممكن كمان يستعين بحد آآ في انه يصلح العلاقة آآ ما بينكم. لكن انا شايفة فيه فيه ازمة هو بيمر بيها. او في حاجة موقفة آآ في الوقت الحي. آآ ده من ناحية آآ مشاعره. آآ نويات جاهك او تجاه العلاقة. انا شايف الشخص ده شايف انه آآ في حاجات كتير تهدت او انهارت بينكم. آآ في آآ في كمان آآ ممكن يكون شايفك متجهله. آآ او انك انت مثلا هديت كل حاجة وبوضت كل حاجة وديت ضهرك آآ للعلاقة او للحياة او او لقيا كان الشكل الوضع اللي بينكم وديت ضهرك ليه وبعت آآ ممكن يكون شايفك كده يعني او انت اكتشفت خيانة في عدة المعبد على اللي فيه او حاجة كده آآ شايفة كمان آآ في نوايا الشخص ده عايز يتكلم معيك عايز يجي ويتكلم معيك كلام يكون فيه صراحة وفيه وضوح شخص ده بيشوفك توقع مروح ليه آآ بيشوف ان هو ما اقدرش يستغنى عنك بيشوف انك انت شخص المناسب ليه آآ مفتقدك جدا في حياته فعايز يتكلم معيك آآ آآ بشكل صريح يعني عايز يكون فيه صراحة في الكلام ويكلمك ويحكي لك كل اللي حصل وكل الحقيقة ده لو السيناريو ده مناسب مناسب ليه كوي يعني آآ كمان شايفة في نوايا الشخص ده يعني آآ في حب كبير لك قوي وفيه عايز معك استقرار عايز بعد عن طاقة سلبية او عن اشخاص سلبيين آآ آآ شايفة كمان آآ في آآ في سهلا عندكو طاقة سلبية آآ يعني كارت البيب الموجود الشخص ده ممكن كمان هو بالاكتر آآ يا برج الجادي اللي بيعاني من طاقة سلبية في عنده طاقة سلبية ولو هو سيبك وراح لطرف ثالث فهو معي آآ مربوط با بطاقة آآ سلبية آآ هتلاقوا على القناة والفيديو بتاع آآ الفك التاقة السلبية او التخلص منها او السحر آآ موجود ممكن تسمعوها يفيدكو كتير آآ الشخص ده في عنده صراع داخلي ومشاكل كتير قوي ممكن يكون في مشاكل كمان مع الطرف الثالث ده ايا كان مين هو آآ شايفة في عنده ندم واحساس بحصرة واحساس بخسارة واحساس بآ بان هو فقد حاجات غالية عليه شايفة في عنده الاحساس ده بشكل كبير قوي ومفتقدك جدا آآ وشايفة مقيد برضو يعني مقيد في حاجة مش عارف آآ يخرج من عنده افكار في علاقتكو انتو اللي اتنين جميلة آآ وعنده كلام عاوز يحكيه معيك وعاوز يقوله لك لكن الشخص ده مربوط ومش قادر آآ يعني هو مش قادر حاليا ولو انتو متزوجين وعايشين مع بعض فانتو هتحسوا انه في جمود او برود عاطفي بشكل كبير في العلاقة والشخص ده في عنده في جوه مشاعر كويسة ليك لكن هو في الوقت الحالي آآ مش قادر آآ مش قادر يعني يتكلم او يعبر عنها او كده يعني لكن هو في آآ وبيشوفك فرصة كمان يعني هو بيشوفك فرصة آآ صعب ان هو آآ يضيعها في الوقت الحالي او صعب ان هي تروح منه او تضيع منه آآ لبعضكم ممكن يكون الشخص ده بيمر بأزمات مادية مثلا او كده آآ لبعض مش نفس الشخص انا بكلمه يعني انا بقول كل الاحتمالات اللي ممكن تكون موجودة آآ في القراءة آآ ده لبعضكم طبعا لكن الشخص ده حاسس بندم وبخسارة وبتعب وبقليم وعنده كمان مشاعر حلوة يعني تناقض ده كمان في المشاعر هو تعبه يعني تعبه بشكل كبير آآ ده بالنسبة لنوايا بالنسبة لخطوة القادمة الشخص ده ممكن يكون مسافر او فيه بينكم صفر آآ او انتم من بلاد مختلفة او ايا كان لكن المهم انكم انتم فيه بينكم آآ صفر بشكل كبير او ممكن يكون له بعضكم يعني آآ شايفة كمان للبعض آآ يعني في في خطوة القادمة ممكن هو يفكر في صفر او يفكر ان هو يبعد او يسافر آآ شايفة فيه آآ رفض من من حد فيكم للعرض او للعلاقة بسبب علاقة ثلاثية او بسبب طرف تالت او بسبب تدخل اشخاص سواء الطرف تالت ده حد من الاصحاب او اصدقاء حد من الاهل او او زوجة فيه رفض هيحصل شايفة فيه آآ لو الطرف التاني ده اللي انت بتعمل معي راجل يعني لو انت اللي تسمعني بنت من برج الجزي فالطرف التاني ده ممكن يكون متزوج وممكن يكون في حياته آآ زوجة تانية فعلا والشخص ده متقلم والموضوع ده مسبب له حيرة كبيرة قوي ده ده سيناريو ممكن لو رفض من الاهل او كده فالشخص ده ممكن تكون انت جيت تتكلم معيه والشخص ده مش قادر ياخد قرار في الوقت الحالي آآ بسبب آآ رفض الاهل ده آآ شايفة فيه حيرة شايفة فيه مفترك طرق بشكل كبير آآ شايفة آآ شخص ده محتار لكن متمسك بيك ومستني حاجة تحصل كده من عند ربنا يعني هو مستني حاجة تحصل آآ فجأة آآ سوري لو فيه دوشة لو انتوا بتسمعوا دوشة من البلكونة لان انا قاعدة جنب البلكونة فسوري يعني لو انتوا بتسمعوا اصوات نيس او دوشة او كده يعني آآ فشايفة الشخص ده نستني حاجة تحصل فجأة حاجة تحصل من عند ربنا آآ آآ وفيه بشرة على فكرها يعني فيه بشرة هتجيلكوا ان شاء الله فيه حاجة ممكن آآ تحصل فعلا لان الشخص ده متقلم جدا بس انتم محتاجين انكم آآ لازم تخرجوا منطقة آآ منطقة سلبية آآ بالنسبة لمصير العلاقة آآ انا شايفة في مصير العلاقة فيه فرصة كبيرة اوي مقدمة لكو يا برج الجز فرصة كبيرة اوي بعد حيرة كبيرة بعضكم ممكن تكون كنت بتتعامل مع شخص لبعض آآ شخص مسلا كان سيء الطبوع او تصرفاته كتير مش كويسة او آآ بيتعامل معك بشكل آآ فيه خصة كده وناديلة ده للبعض منكو طبعا آآ وانت بتعمل بلوك عالشخص ده وبتبعد عنه تماما في الفترة اللي جاية انا شايفة ده بشكل كبير شخص انت حسيت ان هو هزمك او انتصر عليك بس بشكل مش لطيف يعني بشكل فيه آآ شوية خسيسة او كده او ممكن تكون القراءة عكسية يعني آآ فانت شايفك عامل بلوك للشخص ده وشايفة فيه قدامك فرصة تانية وفيه قدامك عرض حب قوي جدا من شخص آآ فيه عنده وضوب كده فكري وعاطفي بشكل كبير الشخص ده آآ يعني ممكن قلت انه من تلاتين لحد وانت طالع بقى آآ لكن هو مش اقل من تلاتين آآ ده السن بتاعه آآ وفرصة فيه فرصة عظيمة جدا مع الشخص ده 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 حاجة في حاجة تانية كمان آآ الشخص اللي انت معاه ممكن يكون بيرقبك وعايز يقدم لك فرصة آآ ممكن لبعضكم يكون في علاقة حب آآ صامت يعني زي الكراش كده يعني انت معجب بحد ومش عارف هو آآ بيحبك او لأ او معجب بك او لأ فانا عايز اقول لك ان الشخص ده لو ده السيناريو يعني شخص ده هو كمان بيحبك وبيرقبك وفيه فرصة بينكو انتو اللي اتنين فيه كلام ممكن يحصل بينكو انتو اللي اتنين بس الشخص ده شوية عنده حيرة بسبب ان هو آآ ممكن يكون في حد تدخل بينكو او سمع عنك آآ كلام آآ ما يكونش لطيف يعني كلام وحش هو سمعه او العكس ممكن يكون ده حصل معك انت انت اللي سمعت عنه كلام مش كويس او كده آآ لكن انا شايفة فيه فرصة كبيرة بينكو دي شايفها في مصير العلاقة لان انا عملت كراءة آآ بشكل عام لكل فئات البورج آآ بالنسبة للنصيحة قبل ما اروح اتكلم عن العازبين النصيحة بتاعتك آآ يعني آآ النصيحة بتاعتك انك تحب نفسك انت محتاج تحب نفسك اكتر محتاج تميز نفسك او تكرم نفسك او انك تعرف انك تفتحق كل ما هو افضل آآ محتاج انك توازن كمان يعني توازن انت ممكن تكون عندك مشكلة في الاخذ والعطى يا برج الجدي ممكن تكون بتدي اكتر ممكن تكون بتاخد اكتر آآ آآ فخلي بالك في موضوع الاخذ والعطى حاول تحب نفسك اكتر وتهتمي بيها وتميزها او تدللها آآ بحيث انك تلاقي اللي يعمل معك كده لكن ما تستناش ده يحصل من برا الاول آآ بعد ما انت تكون آآ آآ هضرت صحتك او مالك او نفسك او عمرك او سنينك حاجات كتير اوي تكون عملتها وفي الاخر تستنى آآ مقابل من حد او حاجة من حد لا اعمل كده لنفسك الاول وبعد كده هتلاقي اللي قدامك بيتعامل معاك زي ما انت بتتعامل آآ بتتعامل مع نفسك دي انا شايفها بشكل كبير ولا بعضكو في النصيحة انت محتاج تستشير حد آآ من اكبر منك او زاوي من زاوي الخبرة آآ في امور آآ تخص آآ مثلا الحياة العطفية او الزوجية او امور تخص الطاقة السلبية السحر والحاجات اللي زي كده لكن الحاجات دي ما تتكلمش فيها مع اي حد انت محتاج اشخاص آآ زاوي آآ خبرة يا برج الجلس بالنسبة للعزبين ايه جاي في حياتك انت العزبين انت كنت مربوط لفترة مقيد في علاقة وممكن لبعضكو كنت مقيد في علاقة سلاسية برج الجزي وحاسس ان هي عبقة عليك اوي وحمل ممكن تكون انت في علاقة وحبيت شخص تاني او انت حبيت شخص هو آآ قريدي في علاقة آآ الموضوع ده كان بالنسبة لك مسبب لك ازمة كبيرة اوي ممكن لحد الوقت هو عندك ومسبب لك ازمة كبيرة اوي آآ آآ شايفة في عندك التشفاء بشكل كبير من من الوضع ده ومن الحمول الكثير اللي عندك ده انت انت كمان من يا برج الجلس من الشخصيات اللي بتيجي على نفتك اوي وبتضغط على نفتك وصحيتك ومتعرفش تقول لأ آآ فانا عايزتك في الفترة اللي جاية اقول لأ بقى يعني اقول لأ كتير كده والحاجة اللي ما تعرفش تعملها رفضها والحاجة اللي مش عايزها رفضها وخليك واصل في نفسك وانك هيجيلك احسن وانك هيجيلك افضل يعني علي ثقتك في نفسك بشكل كبير واحترامك لنفسك والانتك آآ هتحصل معاك حاجات كتير اوي في عندك فرصة عظيمة في عندك تواصل روحي مع شخص وفي عندك طاقة استشفاء بشكل كبير يا برج الجادي عندك فرصة كبيرة اوي سواء على المستوى المادي او على المستوى العاطفي او على المستوى العملي كمان بالنسبة اللي بيشتغله عندك قرارات حاسمة هتاخدها في الفترة اللي جاية بسبب قوة طاقة ايجابية آآ موجودة عندك والقرارات دي هتكون سليمة وعندك فيه شمس هتشرق في حياتك من اول وجديد آآ يا برج الجادي آآ شايفك آآ لو مستني ارتباط انت محتاج تخرج من طاقة آآ سلبية محتاج كمان آآ محتاج استشفاء محتاج قاعدة تقعد مع نفسك لكن انت في عندك فرصة كبيرة اوي للارتباط وفرصة كويسة موجودة عندك هناك عازبين وموجودة نفس الفرصة في مصير العلاقة آآ لبرج الجادي ودي تخصوكو كلكو طبعا وفي عندك قرارات سليمة هتاخدها في الفترة الجاية آآ بعضوكو طبعا ان المستني حمل او انجاب في حمل وفي انجاب في سعادة بطفل سواء انت على مستوىك الشخصي او على آآ مستوى العائل يعني سواءها تسمع في العيلة او انت نفسك تكون مستني حمل او انجاب آآ شايفة عندك حاجة ايجابية آآ كبيرة اوي جاية برج الجادي بس حاول تخرج نفسك من اي طاقة تلبية حاول تخرج نفسك لو انت في رافض حسيته من حد او من اهل حد او من الكلام ده كله فاااا انت انتك بتاخدها من نفسك مش من الآخرين آآ فخلي ده شوية ما يهمكش واكتسب طاقة ايجابية كبيرة وطرد الطاقة التلبية علشان ما تأثرش عليك او على حياتك او على قراراتك اه في الفترة اللي جاية لان انت داخل على فترة كويسة وبتسيب ماضي سيء على فكرة في ماضي سيء انت كنت مقيد فيه اه بتخرج منه